قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكاك الحديدية زيادة عدد رحلات على مستوى الخطين الرابطين بين العاصمة الرغاية والعاصمة العفرون. هذه الصائفة وذلك بداية من اليوم، وتتمثل تحديلات في إضافة الرحلة من محطة الرغاية على الساعة السابعة سباحاً، وأخرى باتجاه محطة الرغاية انطلاقاً من محطة آغا على الساعة الرابعة. كما ستتدعم الخطوط المذكورة برحلة باتجاه محطة العفرون انطلاقاً من محطة الجزائر على الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً، وأخرى باتجاه محطة الجزائر، وأخرى باتجاه محطة الجزائر انطلاقاً من محطة العفرون على الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءً. تم إضافة رحلة جديدة من الجزع العاصمة إلى محطة الرغاية تنطلق على الساعة الرابعة مساء وكذا رحلة الرحلة الصباحية التي تنطلق من نفس المحطة محطة الرغاية على الساعة السابعة صباحا أما بالنسبة للوجهة الغربية تم إضافة قطار مسائي وهو قطار الذي ينطلق على الساعة السابعة وعشر دقائق مساء باتجاه محطة العفرون على أن تكون رحلة العودة من نفس المحطة للساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة باتجاه الجزع العاصمة يدخل هذا الإجراء فما السبب الذي دفع الأسانتيا في لزيادة عدد رحالاتها على مستوى الضاحيتين الشرقية والغربية وهي التي عودت زبائنها على تقديدها خلال موسم الصيف لجل تطمح لتقديم أفضل خدمة نقل في هذه الصائفة كما تجد الإشارة إلى أن هذا التعديل سري مفعول بالنسبة إلى فقط في شهر في هذه الصائفة فقط وذلك بالنظر للطلب الكبير على هذا الخط من طرف مستعمله الكطار وكذا لتخفيف الضغط المسجل للركاب خلال ساعة الظروة هذا وطمأن علي زيتوني أسامة زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكاك الحديدية كشفا عن اتخاذ الأسانتيا في مجموعة من الإجراءات لطي صفحة التأخرات في مواعيد رحلات القطارات وغيرها من المشاكل التي أرقت مستعمل القطارات فانتظار أن تتجسد هذه الوعود يبقى المواطن رهينة تأخرات بالجملة في رحلات القطارات غير المبررة ترجمة نانسي قنقر